الخيانة الثانية للناس إفشاء الأسرار الأسرار ساعات الدمر ساعات مشروع يخترب بإفشاء سر ساعات زيجة تبطل بسبب سر ساعات تقتل نفس بسبب سر حتى أهل البيت كان يقولون ليس الشاهر علينا سيفا بأشد من المذيع لنا سران هذا يخرب كل خططنا الآن في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه إفشاء السر أقيك خيانة فاجتنب ذلك إذا حدث ساعات واحد يقول وما قال لنا لا تقولوا لأحد ما قال محمد فلان يوم يتكلم قال لا تقولوا لأحد بس هو ويش سوى يوم قال ويش سوى مو يوم بيقول السر طالع الوجوه قال اسمعوا يا جماعة مدام طالع معناه يقول أنا فحصت الحضور دلين عادي يوصل السر ليهم غيرهم لا هاي معنى للالتفات شوف الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حدث الرجل الحديثة ثم التفت فهي أمانة مدام التفت معناه يقول هؤلاء أثق بهم غيرهم لا بعد الرواية تقول المجالس بالأمانة وليس لأحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلا بإذنه يلازم بإذنه وإحنا للأسف لا واجد السراء تطلع إحنا بعاد يعني كنا محل ابتلا مثلا أنا يجيني قضايا أسرية طبعا يقولون لي هذه القضية مي مالت منبر شيخنا إن شاء الله لأنه خوفا نجيبها وناس تعرفنا وانت تكمل التفاصيل لما أدلوا عنها وساعات واحد يقول لي شيخنا هالقصة تجيبها فوق المنبر خلي الناس مو يطيح الفاس على راسه مثل ما طاح على راسي هو يطلب نجيبها أهل بارحة واحد طرش لي قصة بالواتساب يقول لي قصة تصلح لمنبرك وجاب فساعات ما يقبل اتخيلني الطبيب وجاني مريض عند مرض عيب أصلا ما ينبي أحد يدري وانا من أشوح من أخوانا وادعم ايه وادعمك فيه شديد لما دريت ايه هو يجيب عم استحيي سويت هدعايا ما يرضي يا حبيبي ساعات أنا لا بسم مذكراتي أكتب في مذكراتي طلعنا ليلة مع فلان قال شي دي سويت شي دي أنا أضرب أغتابه وشهربه بسم أنه نكتب مذكراتي ايه طبعا نفس الشي مذكراتك مو على هدك الآخرين وفضحهم وكشفي أسرارهم